لم يقتر على بان احد ان يصل الانحذار في الحكام العرب الى هذه الدرجة بحيث يكون التطبيع بل يتسابقون في التطبيع وفي ذات اليوم انذاك الحكام العرب جميعا يتغنون بفلسطين وفي القدس وكان دائما اذا تتذكرون من الاثماني سبعين عندما اعلن السادات مقاطعة عربية ان كانت اكو غيرا يبدو ان هذه غيرهم انتهت وهي هذه المشكلة الحقيقية ردة الفعل التي حصلت على السادات انه كسر هذه القدسية وكسر المحرمات عندما ذهب الى جيارة اسرائيل في عنفانة شخص وكسر المحرمات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة